هنتقل مع حضركم لخبر آخر وأكد دكتور محمد معيد وزير المالية أنه في تيسيرات جديدة لحامل البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري لتخفيف الأعباء عنهم والإسهام في تلبية احتياجاتهم وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة والتي تصل إلى 20% والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم 10% من سعر السلع بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه لكل بطاقة وده على النحو الذي يتصق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدود الدخل وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة